كتير من المشاهير بيستنوا عيد الحب كمناسبة رومانسية للتعبير عن مشاعرهم علناً اتجاه شركائهم في الوقت اللي بيستغلوا البعض في شغلهم زي طرح أغاني عاطفية جديدة أو مشاركة محبيهم بجلسات تصوير مميزة وحتى اللي مش مرتبط منهم كان له بصمة مختلفة السنادي للاحتفال بعيد الحب هيفاء واهبي رغم كونها مش مرتبطة كانت حريصة على الاحتفال بعيد الحب على طريقتها الخاصة فخضعت لجلسة تصوير مميزة اخترت ليها جاكت قصير جداً مزين بالورود ونستقته مع شراب كولون شفاف وأهدت لنفسها باقة ورد عبرت من خلالها على إيمانها القوي بضرورة حب النفس أولاً وده اللي وضحته بتعليق كتبت فيه عيد حب سعيد حب نفسك أولاً أما النجمة العراقية شازح السون فنشرت صورة من جلسة تصوير خاصة خضعت ليها احتفالاً بعيد الحب ظهرت فيها بفستان أحمر مكشوف الصدر بتصميم في يونكا ومشقوق لأعلى بشكل بدت معه في لوك شديد الجرأة وكتبت عليها أحبك النجمة الجزائرية أمل أبو شوشة ما اكتفتش بجلسة واحدة دي نشرت صور من جلستين تصوير خضعت لهم احتفالاً بعيد الحب الأولى ظهرت فيها ببدلة سودة ببنطرون شفاف ومسكة تليفون أرضي قديم أحمر وكتبت عليها أسفة مش أدرس معك مشغولة أما التانية فلبست فيها فستان أسود قصير وكتبت عليها إينا الأبد في الحب عالمي أنت هو عنوان كليب الأغنية طرحتها اليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل بالتزامن مع عيد الحب وما لقيتش أفضل من خاطبها محمود ماهر علشان يظهر معها كموديل فأول عمل تطرحه بعد خطبتهم وطبعاً الكليب بكله مشاهد رومانسية بتجمعهم أما واقل جسار فحب يخلت قصة حب لزوجته ميري مقدسي في عيد الحب من خلال أغنية جديدة صورها كليب بعنوان وعد والمفاجأة إنه اخترها عشان تشاركوا فيه كموديل لأول مرة من بداية مسرته الفنية النجم المصري محمد رمضان نشر فيديو رومانسي ظهرت فيه زوجته نسرين بتقبله وهنقها بعيد الحب بتعليق غزيلها فيه وكتب انتي مفيش غيرك اللي تكوني في بيتي يالي وانتي جنبي مش محتاج لدول وبصورة رومانسية ظهر فيها ماجد المصري محتضن زوجته رانيا هنقها بعيد الحب وكتب كل عيد حب وانتي حبيبة قلبي ونور عيني وكل حياتي يا حياتي عيد الحب السنادي كان استثنائي في حياة النجم السوري معتصم النهار لانه الاول بعد عودة الميا المجريها بينه بن زوجته لين برجانكي بعد انفصلهم لحوالي سنة فقرر الاحتفال به في رحلة رومانسية بتجمعهم على يخت خاص في عرض البحر ونشر صورة من رحلتهم ظهر فيها بيحتضنها وبيقبلها بحرارة واللافت كان استحبهم لبنتهم الوحيدة ساندرا ورجعت بعد كده لين وشاركت متابعيها اجواء صهرتها الرومانسية مع معتصم باستعراض اطلالتها الحمرة واللي اخترت لها فستان وصير جدا بتصميم مكشوف على شكل القلب عند منطقة الصدر هدية ضخمة جدا اطلقتها اليوتيوبر السورية نارين عمارة من خطبها رجل الاعمال رومي الياس في اول عيد حب يحتفلوا بيه بعد ارتبطهم الرسمي وحرصت نارين على مشاركة متابعيها بصور ليها وهي عبارة عن دبدوب زهري ضخم من الورود تقريبا في حجمها مع باقة وردة حمراء شديدة الاناقة ورغم بساطة الهدية الا انها لقت اعجاب متابعي نارين اللي تمنوا لها دوام الحب واستعادة مع خطبها اشتركوا في القناة